في فقرة خاصة جدا ومميزة وتهم كل بيت في مصر تحديدا لأن زي ما قلنا في بداية الحلقة وتحدثنا عن مخاطر الألعاب الإلكترونية دلوقتي ما فيش اعتقد بيت في مصر ما فيهوش أطفال تحديدا غيره بيلاقي الأطفال قاعدين على الموبايل وبيلعبوا جيمز الجيمز دي يمكن جذبت اهتمام الأطفال في الفترة الأخيرة علشان كده دورنا كإعلام توعوي اللي احنا نوعي أولياء الأمور إزاي اللي هما يقدروا يكون عندهم زي رشدة كده أو نصائح اللي هما إزاي يقدروا يتغلبوا على هذه الظاهرة ظاهرة الألعاب الإلكترونية الحديثة لدى الأطفال اللي ممكن تصيب أولادهم بالتوحد ومشاكل تانية كتير دي أسئلة هنجاوب عليها ونعرف إزاي اللي احنا نقدر نتفادى أخطارها من خلال الدكتورة شيرين درديري استشارة الصحة النفسية وعلاج التوحد اللي مشرفونا في الستوديو صباح الخير دكتور صباح الخير عليك وعلى كل المصريين دكتور يمكن بقت ظاهرة موجودة في كل بيت تقريبا في مصر في أطفال في طفل يعني في موبايل يعني في مش عاوز أقول توحد في البداية لأنهما بيبدأش أكيد توحد بس دايما بيلاقي الطفل قاعد على الموبايل سايب البيت كله مش منشغل بأهله حتى لو في أطفال موجودين برضو في نفس البيت لأ خلاص ما بقاش فيه اللي هو الاندماج كل واحد قاعد منعزل بيلعب جيمز إزاي نقدر نتغلب على هذه الظاهرة خليني الأول أفرق بين نوعين من التوحد توحد جيني بيكون بخلل في القشرة المخية وده بيكون طبقا لمعيار تشخيصي اللي هو اختبار كارز بيبقى درجات فيه توحد خفيف اللي هي بنقول عليه طيف توحد وتوحد متوسط وتوحد عالي جدا وده بيبقى قريب من المنتر ريتارديشن أو التخلف العقلي وده بيبقى طبقا للمعيار التشخيصي وده بيبقى جينتك في المخ في توحد نتيجة الألعاب الإلكترونية بنقول عليه توحد مكتسب يعني هو طفل خلق سليم ما فيش خلل في القشرة المخية ولكن اكتسب نوع من صفات التوحد اللي هي العزلة نتيجة إدمانه على الألعاب الإلكترونية فده بنقول عليه توحد مكتسب أو يرتقي إلى كلمة عزلة اجتماعية يعني هو منعزل عن الكون خالص واللعبة هي حياته يعني هي دي الحاجة اللي بتديله سورس مصدر للسعادة فبالتالي أدمن عليها كنوع من زي بالضبط إدمان المخدرات يعني بنقارنه بيبقى واصل المرحلة دي طبعا بيوصل للدرجات طبعا بيوصل لإدمان لموضوع إدمان إن هو عايز يمارس حياته يعني الأهل عايزين الطفل يمارس حياته الطبيعية يشاركهم يهتم بدراسته يشارك حتى في التعامل مع المجتمع اللي حواليه هو رافض هو شايف إن وقته بس بس للألعاب غير كده ده ما بيبقى أي حاجة تانية ما بتسبب لهوش متعة قد الألعاب الألعاب بتدي له أعلى متعة ممكنة وبالتالي هو بيضمن عليها دكتور شيرين احنا خلينا نتكلم كلام وقاعي بيحصل على أرض الواقع النهاردة عندنا الأمهات معظم الوقت بيبقوا بيشتغلوا عندهم مشاغل الأولاد كمان بقوا شوية هايبر عايزين حاجات كتيرة فالأم بتروح سايبها الموبايل للطفل يلعب به حنا نتكلم هنا عن الطفل اللي عنده أربع خمس سنين على فكرة لا نتكلمش على شباب تينيجرز أو مراقيم ده قصة تانية خالص فيعملوا إيه يعني الأمهات اللي خلاص ثابت الموبايل اللي ابنها قعد كتير وقت كتير على الموبايل الأم هنا تتصرف ازاي عشان تبتدي تلحق ابنها ان هو يدخل في المرحلة دي اللي هي التوحد اللي هنعرف بقى بعدين علاجها من حضرتك تمام الأم اللي بتلاحز ان ابنها بيعود أكتر من أربع أو خمس ساعات على الألعاب الإلكترونية بقى سواء بلاي ستيشن أو الألعاب كلها أو الموبايلات والكلام ده تبتدي بالتدريج تدخل معطى تاني على للولد يدي له سورس للسعادة لان هو ابتدى يدمن سيء ايه؟ خلينا نفرق الأول قبل ما أقول السورس ايه خلينا نفرق بين حاجتين ان فيه إدمان وفيه الوقت اللي مقنناه منظمة الصحة النفسية اللي لو الطفل تخطى الوقت ده نسميه إدمان اللي هم تلت ساعات متقطعين خلال اليوم متقطعين مش متواصلين يعني يعود على الألعاب لاني مش معقول زي ما حضرك بتقولي خلينا وقعيين كل الأطفال بيحبوا الألعاب فاحنا ما نزودش ما نخليش الطفل يزيد في الوقت عن ساعتين ونص أو ثلاثة على الأكثر احنا ألعاب هنا بنتكلم على كل بقى سواء بلاي ستيشن أو موبايلات أو أي حاجة كل الألعاب أو موبايل أو الألعاب سوشال ميديا أي حاجة أو الألعاب أنا بخصها بالذكر طبعا سوشال ميديا ممكن يبقى فيسبوك أو كده بس خلينا في الألعاب الإلكترونية احنا ثلاث ساعات متقطعين خلال اليوم لو زاد عن كده هيتحاول لإدمان طيب المعطى الجديد لو أنا لقيت ابني بيقعد أكتر من ستة وسبع ساعات ويمتنى عن الخروج والمشاركة في مظاهر الحياة أو حتى عن التحصيل إنه هو يذاكر أو كده إيه البديل اللي أنا أعمله كأم والتصرف اللي أعمله علشان أبتدي أخلي ابني يتسحب بالتدريج من هذا النوع من الإدمان لأن بيجي له أعراض انسحاب على فكرة يعني لو الأم قطعت النت الولد ممكن يتعرض للإكتئاب وفي حالات بتوصل للانتحار يعني في حالات من كتر إدمانه لللعبة مش قادر يستغنى عنها مش قادر يستغنى عنها بتوصل للانتحار فأنا ما ينفعش أقطع فجأة لو الطفل بيزيد في اللعبة عن ستة ساعات وده إدمان أنا ما ينفعش أقطع فجأة لازم أدخل حاجة تاني بتديله سعادة زي برنامج رياضي لعبة يبدأ هو يحبها فيبتدي الأعلى حاجة بتديله دوبامين أو بتديله سعادة اللي هي اللعبة تبتدي تدخل حاجة تانية بتنافسها معطى آخر فيبتدي يبقى فيه بديل تاني ما يحسش بالاكتئاب معاه لو هو ما عملهوش أنا لازم أبقى فاهم السيكولوجية بتاعت ابني إيه أكثر حاجة ممكن اللي هي تسبب له سعادة عشان لما حطها له تغطي على الحاجة التانية الشرط بالضرورة بس مش شرط بالضرورة يكون الرياضة فيه ناس مثلا ما بتحبش تلعب رياضة فسعادة هتعامل معه ازاي الرياضة أنواع يعني مفيش طفل ما بيحبش يلعب رياضة أنواع بس لازم الأم الزكية تستكشف أنه مجال رياضي الولد بيحبه حب كرة القدم بيحب كرة السلة تخليه جرب كل حاجة وبالتالي هي بتسحبه كده من اللعبة بالتدريج تخليه جرب كل حاجة كل لعبة وتشوف ايه أكتر لعبة هي الولد انترستد بيها وتبتدي تدخلها في الوقت اللي هو يزيد عن الثلاث ساعات يعني ما تقطعش لعب الألعاب الإلكترونية خالص فجأة بالتوازي مع ده أنا بحقق له حاجة تانية بالضبط بدخل حاجة تانية تدي له مصدر سعادة وبالتالي كمان يكون هو حبها هيبتدي الولد بالتدريج أول أسبوع هبتدي أسحابه هيبقى مقاريف شوية لأنه هو بيجرب حاجة جديدة تاني أسبوع الأريافة بتاعته هتقل بعد تالت أسبوع بتتكون كومفرت زون جديدة إنه هو بيال للعبة الجديدة أو الرياضة اللي بيلعبها ونخلي الوقت بتاع الألعاب الإلكترونية لا يزيد عن الثلاث ساعات لكن ما قطعش الألعاب الإلكترونية فجأة لأن الطفل ساعتها ممكن يتعرض لك تأيه أنت اللي تسألك دكتور هكلم حضرتك من وقع تجربة عملي يمكن أنا عشتها حتى مع أولاد إخواتي فكرة إنه إحنا لما بنيجي نقطع منه أو ناخد منه الموبايل مرة واحدة ممكن يتحول الأمر لفكرة أيات مستمر وعنده قدرة اللي هو إعاية طول اليوم والأم بتزهق يعني إعاية ممكن من غير ولا دمع بس هو أنا بعيط عشان خطر أضغط على الأب فبالآخر بيزهق أنا بحييك على السؤال ده لأن أنت أثرت فيه نقطة مهمة جدا أني لازم الأم تبقى متفاهمة أني ده شخص مضمن زي بالظبط اللي بتحرمه من حاجة فهو بيبقى حاسس بتنافر في جسمه ومتدايق لأن أنت مش عامل له المعرفة بالمعنى العامل فأنا لازم أكون أعمله بقى تحفيز أدي له تاسك معينة لو أنت عملتها أنا هديك هافا نور مكافأة أن أنت تقعد على اللعبة هلاقيه بينجز الحاجات اللي أنا طلبها منه سواء كانت مذاكرة سواء كانت خروجة على فكرة فيه أطفال بيمتنعوا أنهم يخرجوا مع أهليهم عشان يقعد على اللعبة تقوله مثلا لو أنت خرقت الخروجة دي معنا حتى لو أنت مش حبيبها قوي بس هي بتبقى بمعنى ضمني بتخليه يرجع تاني يشارك في المجتمع لأنه من ضمن الإطرابات اللي بيتعرض ليها مدمني الألعاب الإلكترونية اللي اكتئاب فوبيا المجتمعات من كتر ما هو اتعود أن الكمفرت زوم بتاعته التعامل مع اللعبة بيجي لما بيقعد في وسط مجتمع أو حتى في وسط أطفال وده من قول عليه التوحد المكتسب العزلة لما بيجي يقعد في وسط أطفال هو بيبقى مش مبسوط هو بيبقى أحد متضيق فأنا أبتدي بالتدريج الأم تتنبه لده وطبعا مع احتواءه كده يعني بلاش عمف في التعامل تدي له تحفيز أنه إنت لو نزلت مثلا معي روح للنادي أو روح التمرين أنا بعد كده هخليك تلعب مثلا وان أور مدام أنت سمعت كلامي فالموضوع لازم يكون بارلل احتواء والأم فهمة بتعمل إيه بالزبط خطة مدروسة وبتدخل معطى تاني زي ما قلت لحضرتك سواء رياضة سواء حتى ألعب ترفيهية يعني للأطفال أو مكان تكون عارفة أنه هو بيحبه طيب دكتورة الشرين حالك قلت عرض من العراض أنه هو يبقى مش عايز يخرج معنا عايز يعطل الوقت الوحده فقطه عشان يلعب لعبيته فده عراض تاني إزاي يعرف إيه الأعراض التانية اللي لو الأم دلوقتي شفتها على ابنها تقدر تقول أنه آه ده عنده توحد آه إحنا قلنا التوحد الأول الجيني ده معروف وده بيتم تشخيصه المكتسب بتشك في الطفل وغالبا الجيني الأساس بتاع التشخيص بتاعته أن الأم تلاحظ أني ابنها ما بيتواصلش تواصل بصري مباشر وده علامة مهمة جدا في التوحد الجيني لكن التوحد المكتسب اللي هو السبب والألعاب الإلكترونية اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة الأم تلاحظ أني الولد مش عايز يقعد مع ناس يعني ضيوف جولنا مثلا مش عايز يطلع يسلم مع الناس عايز يفضل قهد على اللعبة نخرج رحين نصيف مش عايز يخرج من البيت مش عايز يروح البحر عايز يفضل قهد على اللعبة إحنا ابتدينا في مرحلة من العزلة الطفل رافض حتى يقعد مع والده ووهدته كل دي حاجات بتديني ألارم كده اللي أنا نتبه ابني داخل على التوحد طبعا أن الولد عنده توحد مكتسب أو بنقول عليها عزلة ففي التوقيت ده تبدأ الأم وطبعا ممكن يعني إحنا للشاريين النفسيين للترابط السلوكية بيجي لنا كيسز لما الأم بتبقى مش عارفة أو مش فاهمة تتصرف إزاي فبتدي أحط لها الخطة أنا بعد ما أنا بعمل تداعي حر للطفل وتحليل نفسي ليه وأبتدي المعالج النفسي أنا اللي أقول لها إيه الحاجات المعطيات اللي أنا أدخلها بحيث أسحب إدمانه لللعبة أعدتي مع الولد وبالتحليل النفسي لطبيعة شخصيته بحط لها التدريجة للحاجات المفضلة عنده اللي أقدر أدخلها بديل في التوقيت اللي أنا بسحب منه اللعبة وبعد التوقيت بكسر الـ comfort zone بتاعت الولد والإدمان بتاع اللعبة أنا ممكن أغير أي هابت في الدنيا أي عادة سيئة أنا أقدر خلال 21 يوم التغلب على العادة السيئة دي بسحبها بالتدريج فأنا أقدر خلال 3 أسابيع أن أنا أكثر دايرة الارتياح أو الإدمان لللعبة الإلكترونية وإن أنا أدخل معطى تاني للطفل وبالتالي بيتخلص من حالة الإدمان دي طيب دكتور شيرين هنا احنا تحدثنا أو تكلمنا تحديداً عن فكرة إدمانه للجيمز أو للموبايل بشكل عام موبايل أبليكيشن فيه نوع من الألعاب هي ألعاب مرتبطة بالعرف بينعكس على سلوك الطفل كمان بقى مش بيبقى توحد بس بيبقى عنده ميول عدوانية تجاه أي فرد في المجتمع زي برضو اللي أنا أتغلب على ده ويبتدي يعني كأم بقى أو أب موجود في البيت يلتفت أو ينتبه ليه خلي بالك ابنك أكيد بيلعب حاجة أنا معرفش هو بيلعب إيه تايماً ما بيبقاش فيه رقابة على الجيمز اللي بيلعبوه لا هو فيه حاجة بتحصل هي اللي بتأثر عليه بهذه العادات خليني نقول إن ده اضطراب برقم اتنين اللي بنقوله النهاردة كلمنا عن فوبيا المجتمعات من شوية اللي اضطراب التاني هو العدوانية إن الطفل يتحول من طفل هادئ نتيجة إدمانه على الألعاب الإلكترونية ابتدى يتأثر بالمود والجو بتاع اللعبة اللي غالباً بيبقى كله ضربه وحربه دي تفاصيل أغلب الألعاب المحتوى بتاعها فبالتالي ينعكس ده على الشخصية بتاعة الطفل وبالتالي تجي لنا شكاوي من المدرسة إن الطفل ردود أفعاله سريعة وعنيفة ده نتيجة طبعاً إدمانه وإن الابتدى يتأثر باللعبة الأم تبدأ ممكن يمارس زي على أخواته في البيت على فكرة أو يمارس تكسير في البيت ودي بتبقى وصلنا المرحلة عالية جداً الأم في التوقيت ده لازم تتنبأ وتبدأ تعاقب الطفل على العنف وتمنع الألعاب اللي هي شايفة فيها عنف يعني الألعاب اللي فيها حربة أو كده تبتدي تقوله دي مثلاً هتبقى مرة واحدة في الأسبوع وتبدأ لو فيه فراية ألعاب تانية حتى هي ممكن تساعد عشان الطفل يحس إن هي حاسة بيه مهتم ممكن هي تجيب له سيديهات لألعاب مفاش ما هو فيه ألعاب الإلكترونية من غيره عم فيه تجيب له سيديهات تانية في التوقيت الوقت المقنن اللي هو مش أكتر من ثلاث ساعات متقطعين اللي احنا قلناه وبالتالي الطفل كده يحس إن هي فهماه وإن هي مخططة إن هو يبتدي يبتدي ننصق بين نسحب العم في الألعاب اللي فيها عم ونبتدي ندخل الألعاب تانية بقى أنا حققت له هدفه وفي نفس الوقت بسحبه بالتدريج من حالات العم في ذلك دكتور شرين أنا مش قادرة أستوعب يعني إيه طفل عنده أربع خمس سنين واخد كده الحرية إن هو يبقى معاه التليفون أو معاه قاعد قدام بلاي ستيشن بيلعب فيديو جيمز مش قادرة أستوعب قد إيه ده يعني ده غلط يعني إلا أنا كنت بقر زمان عن العلم نفس إنه المفروض مش قبل 13 سنة إنه الولد يبتدي يمسك تليفون للتواصل طبعا مش أي حاجة تانية مش حتى أنه يدخل يبقى عنده سوشيال ميديا هو تعريبا ما كناش أطفال لا يعني حتى الغاية قريب كان كده فالنهاردة المفروض للطفل عنده أربع سنين ده بيقعد قدام التلفزيون يتفرج على كارتون مش عمف يعني شفنا في بعض الحالات في حيطة تانية من العالم إنه أطفال بتروح لمدارس حالات تطبق اللي هي شافته في أفلام الكارتون على الزماني له ده حقيقي فسؤالي لحضرتك الأم هنا المفروض تبتدي تدي الحرية دي للطفل من كم سنة يعني أنا ابني يبقى عنده كم سنة عشان ياخد أصل موبايل يبقى عنده حرية يدخل على سواء جيمز أو حتى على بلاي ستيشن من كم سنة طبعا اللي بيقوم بالدور ده الأم على عاطقها الدور ده ولازم الأم تبقى متنبهة كويس جدا أن الألعاب دي هتضر الولد زي ما ذكرنا الإضطرابات العدوانية فوبيا المجتمعات الاكتئاب لو أنا حرمته منها وحاجة تانية كمان أنا حب أضيفها فرط الحركة أو الـ ADHD لأن سرعة اللعبة بتبتدي تأثر على أداء الطفل فيبتدي عنده ممكن تعمل كهرباء زيادة في المخ أنا بقول ده عشان الأمهات تتنبه هقدي إيه الموضوع خطير مش سهل الأم لازم في التوقيت اللي حضرك ذكرته ده تبتدي تتنبه أن هي تديله زي ما قلتلك بدايل تانية والألعاب وأفلام الكارتون من سن 4 سنين النقطة اللي بتقول عليها بسانتي دي دكتور مهمة جدا ليه لأن احنا دلوقتي بنشوف الأطفال بيبصوا البعض يعني أنا أعرف حد بيقول لولده بابي أنا عاوزة تابلت زي الأطفال التانيين ما هو أنا مش هحرمه واحدة عندها تلات سنين أنا مش هحرم طفلي مش غلط أن أنا أصلا السن ده أديله الحاجات دي المعلومات المتاحة في سن هوا ما يعرفش لسه يفلتر إيه أنا لازم في حاجة اسمها جوجل عاملة تقنية فاميلي سيف لتشبه يعني أنا ابني في حاجات معينة ما ينفعش أنه هو يشوفها أنا اللي بس الليكت جوجل عاملة تقنية دي بالنسبة لسن 4 سنين أنا من 4 سنين أقدر ألاعب ابني رياضة بس أنا هركز على نقطة أني أنا مش هحرم ابني لأن الحرمان على فكرة لو حس أنه هو محروم أنه هو يمسك موبايل أصلا ولقى زميله ده كل المجتمع أغلبه بقى كده دلوقتي ولقى زميله بيلعبه جيمزة أو كده هيبتدي حس بالحرمان فهيبقى فيه شاراها على فكرة شاراها أنه هو يضمن الألعاب دي أكتر أنا بقول تقنين الوقت تقنينه يعني إيه أخليه يلعب عليه والموبايل يكون متشفر أنا الأم اللي امتبع ده أني ما فيش ألعاب عدوانية أنا منزلها له على الموبايل وسيبا يلعب فيها ظاهريا أنا مدي له حريته لكن فين أنا لايه الهند أبر ولايه اليد العليا على ما بيتم مبارسته وبنوعية ألعاب أنا عارفة هو بيلعب إيه ألعاب ما يكونش فيها سرعة حركة قوي وما يكونش فيها كمان عدوان وعنف لأن العدوان اللي شايفه في اللعبة هيروح يطبقوا على أخواته أو على زميله دكتورة شيرين للأسف في خلص وقتنا إحنا كنا سعاداء جدا بوجود حضرتك معنا دكتورة شيرين درديري استشار نفسي وعلاج التوحب بنشرحك فانديم على هذه النصائح يعني الغالية على قلوب كل أب وأم في البيت المصري تحديدا شكرا لك يا دكتور السؤالية كبيرة قوي أن يكون عندك طفل وتقدر أن أنت تتعامل معاه من غير ما توصله للمرحلتين أن يبقى عنده شراحة أو أنه يبقى عنده فرط في استخدام هذه الألعاب طبعا منتمنى السلامة أكيد لولادنا